بالمناسبة وجهت أيضا لجنة المتابعة للقوة الوطنية الإسلامية في قطاع غزة الشكر للدولة المصرية ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم أهالي القطاع و بينشدوا في بيان لهم بإدخال الجرحة والمصابين لتلقي العلاج داخل مصر بيان اللجنة بيقول نصا نوجه التحية لأشقائنا في مصر ونجدد مناشدتنا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تمكين الجرحة من الصفر لتلقي العلاج لأن هذه الخطوة تمثل إسنادا حقيقيا وجديا لصمود شعبنا وثبات في وجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية وفي نفس البيان يوجه مصدري البيان التحية الحقيقة الأهالي غزة وقال إن الاحتلال بيواصل حرب الإبادة الوحشية اللي بيشنها ضد الشعب الفلسطيني دون استثناء وبدعم من القوى الغربي زي ما كنت بقول لك شركاء البيان بيقول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية البيان بيقول والتي كشفت عن وجهها العدائي الشرير وباتت تدير الحرب عبر غرف العمليات المشتركة في واشنطن وتل أبيب وتشارك بكل قوتها التدميرية في سحق عظام الأبرياء من الأطفال والنساء